مودست برضو مودست ازاي الاهلي هيقدر يستفيد منه في الموسم الجديد؟ طيب خلينا نقول ان مودست هو ما كانش اول خيار بالنسبة لمارس الكولر والناد الاهلي الناد الاهلي بيدور على مهاجم بقاله فترة طويلة جدا ولكن زي كل السناء الناد الاهلي في الاخر كان بييجي مع نهاية موسم الانتقالات يتعاقد مع لاعب والناس كلها بتنتظر منه الكثير ولكن في نهاية ما بيديش الناد الاهلي والامثلة كتيرة يعني بنكلم في مكسوني بروني سافيو وغيره من اللاعبة اللي جات لناد الاهلي مكسوني بقى حالة خاصة لانه لعب اوروبي واللعب الاوروبي في مصر محاجع نجاحات يعني مع الناد الاهلي كمان كان فيه لعب واحد هندريك هنا على مودست كنوا نلاعب اوروبي لا وكلها طبعا اسطورة يعني واحد من المدربين الاجفاء جدا فيه الناد الاهلي خلال السنوات الاخيرة ولكن مودست كونه لعب أوروبي هو بالنسبة لنا نحن قبل نتخض شوية من فكرة لعب الأوروب إنها حاجات تانية وأنها 36 سنة نادل أهلي بيجيب لعب عنه 36 سنة وسط المنظومة والمجموعة دي أكيد أنت برضو ده ما كانش الخيار الأول بالنسبة لك ولكن في مميزات عند مودست أكيد هي اللي خلت فكر مارس الكولر يروح ناحية مودست إيه هي لو معنا الصور نقدر نحن نشتغل عليها ونستعرض أرقام مودست مودست واحد من اللعيبة 190 سنتي بيقدر أنه يطلع على كل الألعاب الهوائية أنه يقدر أنه يجيبها سواء جوة 18 بيترجمها الأهداف أو سواء أنه يقدر أنه يكون محطة للاستلام اللعب ونقل الهجمة دي مثلا خريطة الحرارية المودست في مسم 2021-2022 مع نادي كولن لو تلاحظ دايما تواجده جوة المنطقة بتاعة 18 مودست في السنة دي مع نادي كولن بسجل 23 جول إجمالا 20 جول في الدوري عشر تجوال منهم رأسيات من نص أهداف مودست رأسيات يبقى أنت هنا بتتكلم على أول ميزة في مودست وهي الرأسيات لازم علي معلول وهاني رودا سليم واحد من المميزين جدا فكرات العرضية في الدوري المغربي لازم تستغل اللعيبة دي أنها تلعب على قد ما تقدر قرار عرضية المودست عشان يخلص جولة 18 المنسبة ل20 جول كان منهم 19 من داخل مونطقة الجزاء يعني جول واحد بس من خارج مونطقة الجزاء وده يفصل السؤال أنت جايبها دي بزبط ودي أهيبس هنا الجوال بتاعته دي هي كلها اللي هي باللون اللي هو البنفسجي أو الموف أكتر ده الأهداف بتاعته اللي سجلها واحدة بس مبارا 18 من شوطة الكور اللي شاطها On Target اللي هي الزرقة برضو معظمها من جوة مونطقة 18 والميس هنا طبعا فيه كور من بره وكور من جوة ولكن ده يفصل لك قد إيه أن مودست واحد من اللعيبة المميزين جود تتخدم عليه وتدي له كور كتير جوة منطقة 18 مودست عنده عيب وهو أنه بيقع كتير جدا في مصادر التسلل بسبب أنه دايما بيكون قريب من الجوان في موسم بتاع 2021 السجل فيه 20 جول وقع في التسلل 36 مرة في الموسم بمعنى أنه بيقع في المطش تسلل على الآل أو أكتر من التسلل بحكم الدور الأمينة 34 جولة بمناسبة بابي كان 39 مرة في نفس الموسم وقع في الأفصايد رونالدو كان 34 مرة في التسلل مرة في المباراة ده برضو مش رقم فتير صحي ولكن إجمالا على مدار الموسم بلاقه ورقم كبير هقولك ليه عشان هو برضو خد بالك هو بيرعب قدام فرق كبيرة هو مكتش موجود في فرق كبيرة صح بيرعب قدام فرق كبيرة فالفرق الكبيرة دي بتلعب بدفع متقدم بتدي مساحات ففيه في تسلل لكما تلعب مع النادي الأهلي أصلا التسلل هيبقى نادر عشان كل الفرق متكتلة وره ودي الميزة بقى لها يستغرمها كولر إزاي أنت تلعب له كورة عرضية كتير جوة 18 يدر أنه يترجمها لأهداف هيفيد النادي الأهلي قوي في المطشات اللي فيها تكتل زي مطشة تحدي العاصمة تحدي العاصمة الأهلي في النهاية خلاص يعني غلب حمار كولر في النهاية مش عارف يخش جوة 18 بتاع تحدي العاصمة لجأ للتسلل مبارا لجأ لكورة العالية مودست كان ممكن يكون واحدة من الحلول المهمة جدا للنادي الأهلي في مباراة اتحاد العاصمة وأنا أظن أنه برضو هتم استغلال كهرباء في بعض الأوقات كنوا لاعب برضو شترايكر بقدر ينزل ويستلم الكورة تحركات مميزة ممكن في وقت ما الأوقات تستغل كمان كهرباء ومودست اللي اتنين مع بعض يقدروا أن هم يعملوا ثنائي ممكن باشستاء وتستغلوا كمهاجم تاني كان مودست في وجود ردسلي من ناحة اليمين وحسين شاحات ناحة الشمال كده كده الموسم طويل صحيح وانا جايف ناحة النادي الأهلي عنده بدائل وخيارات كويسة وكتيرة وده العمد اللي كان يعمل محاكا يعني انت لعلي بكرة عنده غيابات بالجملة وفي رغم كده برضو الآن عنده فرقة كويسة يعني انت مش هتحس بكرة بغيابات كتيرة ممكن حسين شاحات بس عشان هو من أكتر اللعبة اللي كان فايق من الموسم الماضي غير كده انت باقي اللاعبين أو مهمين بس مش هتنتأثروا أوي يعني صح ومع الموسم الطويل كمان انت عندك كم مبطلات ومطشات غير طبيعي يعني ويجينا كمان شوية يعني ممكن اللاعب الدولة في النادي الأهلي يوصل ويلعب 80 مباراة في الموسم هيجي لك في دي